طيب السلام عليكم شوانسين ده ان شاء الله تاني فيديو في السيكشن المهارده التاني فيديو زي ما قلنا ان هو يتكلم بقى البروريس تعت السيجنل زي بنعمل البروريشن معينا عليها والكلاسيفكيشن تعت السيستم المختلفة نخلصه ونحل جزء كده من شيده طيب مراجعة سريعة كده على اللي احنا خلصناه في الفيديو اللي فات احنا شرحنا عندما عملنا انتردوكشن سريع على السيستم والسيجنل بتتبعت ازاي بترنسيبت ورصيبتر في خلالي الاتشانل او الميديو معين قلنا الكلاسيفكيشن فات السيجنل بناء على شكلها مع الـ TIME سواء كانت انالوج وانالوج يعني CONTINUED في ال TIME وفي الAMPLITUDE DESKREET و DESKREET يعني CONTINUED و DESKREET في ال time او DIGITAL يعني DISKREET في ال TIME وفي الAMPLITUDE شفنا الـ EQUETIONS الانيرجي او الانيرجي هيا الباور في التي او البي هي الانيرجي على التي. والباور دي هي مور تي. التي دي لو انا عندي بيتبقى هي تي برياة. لو بيتبقى هي تي الجيفن اللي انا عايز احسب الباور من خلالها. ما كيه بردو اسن الانوعين ازا كان برياديك او حسب السيكوار بتتقرر ولا لأ? قلنا بردو ان هي ايفن ولا اود وحسب هي كانت السيمتري باعتها مع ال y-axis فتبقى even او مع origin فتبقى odd اول نهاية بتبقى non even non odd يعني ما فيش اي سيمتري سواء مع ال y او access او مع origin ودي بتده نقدر نستعمها ل two parts مجموين على بعض جزء even جزء odd وكان كده خلصنا ال classification بتاع السيجنلز وكلها ونبدأ نشوف في السنكشنل ده ال operations اللي احنا نقدر نعملها على السيجنل طيب انا عندي السيجنل اللي الوقتي في ال time domain هي x of t على شكل تريانجل كده ال value عندي time ب zero وعند time ب one ال value ب one وعند time two ال value ب zero طيب اول operation هنقدر نعملها على السيجنل اللي عندي هي shifting shifting معنا ايه ان انا شفت السيجنل شوية في ال time domain فبدل المناعة السيجنل اللي اسمها x of t ابدأ اعبر عن السيجنل اللي هي x of t plus one x of t minus one x of t plus two كل ايه برا عن شفت السيجنل في ال time domain طيب لو انا عندي السيجنل كده المنظر ده وهي x of t وقال لي ارسم السيجنل x of t minus one minus one او plus one يبقى انا احرق السيجنل بدرجة واحدة او time equal one طيب الاشارة بقى تفرق في ايه يعني t minus one او t plus one لو انا قال لي x of t minus one يبقى انا هحرق للي مين فيبقى انا هتبقى اسمها lead signal يعني السيجنل دي x of t لو هي x of t minus one السيجنل دي تحرق للي مين هتبقى بدأ من t equal one لحد t equal three طيب لو x of t plus one يبقى السيجنل هتتحرق بمقدار one اللي بدأ من t equal one لشمال فساعدة هتبقى ايه اللي سيجنل فهتبدأ من negative one وتبقى عند وان تاني لو قال لي السيجنل بتاعي في الshifting في ال operation تحتشفتنج لو قال لي ومعنا سيجنل موانا x of t وقال لي x of t minus one هحرق للي مين قال لي x of t plus one هحرق للشمال زي ما احنا شايفينه دي السيجنل الاصلية ده ال shift بتاعها لو minus one السيجنل الكل هتحرقت بمقدار one اللي start بتاعها بدلا ما هيبقى زيره هيبقى one والاند بدلا ما توها هيبقى three ولو x of t plus one اللي هتحرق للشمال فهتبقى start negative one والاند one طيب دي كده اول operation اللي قدر عاملها السيجنل اه التاني operation هي time scaling يعني انا بدلا ما عندي signal اللي هي x of t اللي هي هنا هبدأ اعمل في ال time فهتبقى مثلا x of t على الاتنين او x of t على الاربعة يعني هقسم اول عكس هضرب x of t t x of 4 t وهكذا طيب لو انا عندي السيجنل دي الامبراتيوت بتاع ab one وبدأ من zero للاثنين وقال لي خلوا بالكوا ان هنا ما نعبتش في الامبراتيوت خالص يعني انا بعمل operations كلها على time domain الامبراتيوت بيفضل دايما زي ما هو طيب لو انا بعمل scaling في ال time فهتبقى x of t على الاتنين لو انا عندي x of t على الاتنين فالسيجنل بدأ ما كانت سريعة كده وبدأ من zero وبتخلص عند الاتنين هتبقى بطيقة هتبدأ من عند zero وتخلص عند الاربعة فدي هتبقى x of t على الاتنين بحيث ان انا لو رجعتها ال x of t هروح ضرب ال time ده هقسمه على الاتنين وبالتالي لو انا عندي x of t بدأ من zero الاتنين طلع من zero الاتنين سريعا كده لو انا بقى هرسم x of t على الاتنين بتاعتها هعمل scaling بنص يعني في الطيم ف ال x of t على الاتنين هتبقى نفس الامبراتيوت بواحد ولكن هتبدأ ان السيجنل دي تبقى وطيقة فتبدأ من zero وهتنديها عند الاربعة طيب لو انا بقى عندي x of t يعني انا بدأ ما هي x of t بدأ ربطها في اتنين عملت scaling بنص بس هنا هتبقى سريع جدا فتبدأ من عند zero الانديها عند الواحد اللي هو نص الانترفل الطبيعي اللي هو من zero الاتنين هتبقى اسرع اسرع من الاصليها كمان وهتبدأ من zero وهتطلع للامبراتي بتاع اللي هو عندي t بنص بدل واحد وهتنتهي عندي بواحد بدل اثنين فلو استجنع عندي تاني لو هي من zero الاثنين عرفها من zero الاثنين لو انا هادرق اعمل بالطايم بنص الاثنين الاثنين هتبقى بطيقة فهتبقى البداية من zero بس هتبقى بطيقة فتخلص عند اربعة ليه اربعة لان هي النص اللي هو عندي فالاربعة دي لو ضربت في نص هترجع للاثنين تاني فهلاقي ان الاندي كانت اتنين هتبقى وليه بون عشان وان درقته في اتنين عشان انا عملت اتنين هي ارجع تاني للاصطاية اللي هي اكس اوف تي اللي هتبقى فدي كانت تاني اوبريشن بعملها اول اوبريشن time shifting تاني اوبريشن time scaling تالت اوبريشن time reversal يعني ايه time reversal يعني انا ببدأ ان انا ادي نيجاتف للسيجنل دي في يعني عندي معرفها في او اكس اوف تي متعرفها في البوستف دي ببدأ احط لها negative t طيب ايه هو negative من اخر خلص ان انا كل ما عمله ان انا بعمل mirroring حقلين y axis يعني بدلا ما انا شغلي كله في t بقى شغلي في negative t فبدلا من انك تشغل في جزء البوستف من time axis او الاكس اكسس لو هو time اشتغل في الجزء ال negative فالسيجنل دي هاخدها اعملها mirroring او flipping كده عند ال negative time فلو اكس اوف تي بدأ من zero الاثنين ال اكس اوف نيجاتف تي دي بقى بدأ من zero او من نيجاتف اتنين لزيرو او من نيجاتف اتنين لزيرو بس فده كده time reversal طيب لو انا بقى عندي بنسألها مثلا بديني سيجنل معاينة اكس اوف تي وقال لي هات او ارسمي السيجنل او ارسمي السيجنل لها اكس اوف تي على الاثنين بلاص كزا يعني فيه كزا في نفس السيجنل اللي هو عايز نرسمها بيبقى فيه ترتيب محدد في خطواتي عشان اعرف اطلع الحل الصحة وبالتالي لو قال لي اعمل الاوبريشنز لو قال لي بدي لي سيجنل معاينة اكس اوف تي وعايز شكل تاني من السيجنل اكس اوف نيجاتف تي على الاثنين باص وان زي هنا فانا هامشي بالسيجنل ده عشان اطلع الحل الصحة اول حاجة لازم اعمل shift اللي هو في ال time يعني اروح الجزء اللي مجموعة تاعة تي تاني حاجة اعمل اللي هو الجزء المطروف في تي واخر حاجة ابدأ اعمل لو في نيجاتف اعمله اللي هو لازم امشي بالترتيب ده عشان اطلع الحل صحة تعالوا نشوف اكزامبر كده عشان نسبت الموضوع في جميعنا هو هنا بديني سيجنل اكس اوف تي السيجنل دي بتاعها سايب وان وبحكا بتنزل للزيرو عند وقال لي ارسم لي دي كده اكس تي قال لي بقى ارسم لي اكس اوف نيجا دي بتاع الاتنين بلاس وان طيب مجموعة لي مسألة زي كده ابدأ امشي بالخطوات اللي قلنيها عشان اطلع المسألة صحة لازم اول حاجة اعمل اللي هو الجزء الشيفت اللي في الطايم اللي هو بلاس وان ده وبقى كده ابدأ اعمل اللي هو الاتنين واخر حاجة اعني بيها الربيرسل اللي هو النيجا ديف طيب. فادي اول ما بستيبة عندي هي الشيفتينج هروح واخد الاكس تي دي هخلاها هروح راسم الاكس تي بلاس وان وقلنا لو هعمل بلاس وان يبقى هعمل شيفت للنيجا ديف. لقلنا اكس اوف تي ماينوس واقعمل شيفت للبوستيب وتبقى ليت. اكس اوف تي بلاس وان هعمل شيفت للنيجا ديف وتبقى الني. فهاخد السيجنة دي اشفيتها بواحد للشمال فبدل ما تبدأ بالزيرو هتبدأ بالنجاتف وان زي هنا. بدل البداية ما كان زيرو هتبدأ بدري بالنجاتف وان هشافت السجنل دي شمال بدرجة هتبدأ البداية بالنجاتف وان وبعدها هتكمل لزيرو وبدل ما هتنتهي بتو هتنتهي بان. فدي كده اول جزء بتاع الشفتنج هاخد نفس الشكل ده بس هعمله شفتنج بواحد للشمال. طيب خلصنا جزء الشفتنج بتاني جزء هو ايه? هو السكيلينج. فرافقة السجنل دي هعمل لها على الاتنين. قلنا لما نقسم على الاتنين يبقى احنا بنبطأ السجنل كأننا بنفردها. لو بنضرب في اتنين بنسرعها كأننا بنضيعها. هنا اخد السجنل دي هسامها على الاتنين. فالواحد هتروح الاتنين والنجاتف واحد هتروح نجاتف اتنين. لان قبل كده زيرو كيف تبطل زيرو لان احنا مهلا ندرمها في اي رقم سواء نص. اه في نص فبتوسع او في اتنين بدياء زيرو مهما يدرم فبيبطل زي ما هو زيرو. لكن هنا ونعمل بنص يعني هتوسع. هتبقى نجاتف تو. والشكل هيتحول من ان هو جزء سريع كده. هيبقى ابطأ شوية. هيبدأ من نجاتف تو ويفضل سيبت الحد الزيرو اللي هي البوينت دي هتضرب في اتنين فهتبقى زي ما هي زيرو. وبكده هابدأ اللي بقى واوصل عند الزيرو عند اللي هي باتنين. فانا اول حاجة في الشفت جبت لما عملت جبت لاتنين بلاس اخر حاجة عاملها زي ما قلنا. هي فابدأ اضرب في عشان اتبقى اجيب الاكسة في نجاتف تيها على اتنين باس فان كل اللي هعملو ان انا اخد الشكل ده هعملو كده انا عملت له يعني او فجبت النجاتف بتاقه. فياخد الشكل ده اللي هو كان سابت من نجاتف اتنين لزيرو وبينزل من زيرو الاتنين. هعمل له فهيبقى هقلبه كده فهيبقى طالع من نجاتف اتنين لزيرو وهيبقى سابت من زيرو لنين. ده اخر جزء في اللي هو اخر ستيب اللي هي وبكده انا عملت التلاتة تلاتة اوبريشنز مع بعض وجبت السيجنل اللي هي اكس اوف نجاتف يعني تكن باس وان زي ما هو عد. فتاني اي مسألة يكون مدينا فيها مدينا فيها سيجنل معينة اكس اوف تي وعايز الاوبوت سيجنل بعد تلاتة اوبريشنز لازم امشي على السيبس عشان عارف اجيب الحل صح. اول ستيب هي طيب احنا كده خلصنا السيجنل نفسها هنبدأ بقى نتكلم على سيستم والسيستم كلاسفكيشن. زي ما قلنا السيستم اي سيستم في الدنيا بيكون اه ليه امبوت معين وليه اوبوت معين والسيستم ده بيكون في اوبريشن معينة بتحسن جواه على الامبوت سيجنل اللي دخل عليه وبحيس ان هو يطلع لي اوبوت سيجنل معين انا عايزه. مثال على الاي سيستم هو مسلا في الالكترونيكس برضو. لو انت داء رستو الامبليفاير ده ايه? بداخل سيجنل صغيرها بداخلها او 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 يطلع سيجنل كبير. فالي بتيفصل في السيستم هي الامبليفاير انا بكبرة. مسال تاني مسلا الادر لو انا دخلت او السيجنل في الامبوت وعملت سمشن جوا سيستم وطبعت الأوبار في المهم كده يعني كل معينة على الامبوت اللي داخل. طيب السيستم بقى بنعمل له الى 3 حاجات. اول حاجة بنشوف الـ System ده حسب الـ Linearity بنشوف الـ System ده ورانا الـ Linear. ثاني حاجة حسب الـ Time Variance تاعتها سواء الـ Time بيكون الـ System ده Time Variant أو Time Invariant. يعني ايه Time Variant يعني يعني بيتغير الـ Responsive بتاع الـ System يعني زي مثلا Amplifier or Amplification أو Game بتاعه يعني بيتغير مع الـ Time ولا لا. اخر حاجة الـ Cosality بنشوف الـ System ده Cosible ولا لا وهنشوف يعني ايه الـ Cosality ان هو يعني بيكون بيتبنى على الـ Signals المستقبلية ولا بقى. والـ System عشان يكون Perfect او System حلو يعني وشغال كويس بنختار ان هو يكون Linear. System Linear كويس ان هو Linear مش كويس بنختار ان هو يكون Time Invariant ما بيعتمدش على الـ Time يعني الـ Response بتاعه او الـ Game بتاعه او الغرض منه يعني سابت ما بتغيرش مع الوقت. وـ Cosal عشان يكون System منطقي ما بيعتمدش على حاجة في المستقبل. كده اي System بدونيك بيكون مفهود يعتمد على الـ Signals او الـ Input اللي ده خلاله سواء في الماضي او دلوقتي ما ينفعش ان انا بكون نعمل System بيعتمد على حاجة يجاله في المستقبل. طيب ندرس بقى الـ System وانواعه المختلفة بالتفصيل. اول حاجة عشان نحادل System ده Linear ولا Non Linear. بنعمل ايه? بنشوف System ده بيعمل بيكون دخله الاول System ده دخله سجنة المعينة الـ Input هي X of T. وهيطلع output Y of T. امتى يكون Linear? لو انا روح تمدخل له X one وطلع Y one. كده كده احنا انا هدخل له X one وهيطلع Y one. واروح مدخل له X اتنين هيطلع Y اتنين. امتى هيكون Linear? هيكون Linear? لو انا روح تمدخل لو لقيت ان انا لو دخلت له مجموعة two signals X one plus X two وطلع لي output معين. الاوبت ده كان مجموعة two outputs دول Y one plus Y two ده كده يبقى Linear System. معنى ايه تاني? لو انا عندي سيستم دخلت له signal معينة X one وطلع Y معينة Y one. ودخلت له signal تانية X two وطلع Y تانية Y two. لو انا جيت دخلت للسيستم ده two signals مجموعة لبعض X one و X two وشفت الاوبت لقيت ان هو فعلا Y one plus Y two ده كده Linear System. ده System Linear. فعلا الصممشن ده بتعمل الاوبت كمان. الصممشن بتاع الـ Input بيزهر لي في الاوبت. لو الاوبت تضيع لي بشكل مش بجموعة مش Y one plus Y two زي ما هتشوف في مسال جاي ده كده System مش لانية. طيب تعال نشوف تعال نشوف على الكلام ده آآ لو الاوبت بتاع system equal K constant في X of T. كأن السيستم ده بيعمل ايه? انه بيدرب في جين مسلا الجين ده equal K. فبياخد السيجنة X T drop of K. فيطلع الاوبت. لا عايزين نشوف السيستم ده Linear ولا هنعمل ايه? زي ما قلنا. هنخلي الـ Input مرد X one وهنخلي الـ Input مرد ونشوف لو احنا دخلنا زي ما بعد ما كان الـ Input اللي هي X T خلنا X one plus X two الاوبت هي بعامل زي. لو طلعها مجموعهم فعلا يبقى كان لاني ارلامتناش يبقى مش طيب تعال نشوف هنا لو الـ Input X one فهيبقى الـ Y one هيبقى equal A? هيبقى الـ Y one هيبقى equal K في X one. لو احنا دخلنا X two هيبقى الـ Y two هيبقى equal K في X two. لو بقى دخلنا المجموعة لو دخلنا المجموعة هنشيل X ونحط X one plus X two. فعلى ما نيجي نشوف الاوبت هيبقى الـ Y equal K بره زي ما هو. وهنشيل الـ Input اللي هو X ده ونحط X one plus X two. فالـ K هتبقى تتوزع عليهم فهتبقى X one plus KF X two. KF X one هو Y one. KF X two هو Y two. وبالتالي اللي لدينا الاوبت اللي هو Y T equal Y one plus Y two. لما اكون مدخل X T equal X one X two. فكده لما ندخل جامعة الـ Input signal. بتاع الاوبت هو مجموعة two output signal بتاع كل واحدة فيهم. وبالتالي السيسم ده هو نسال تاني. اه لو انا عندي السيسم اه لو انا عندي الاوبت equal Y T equal X of T اللي هو يعني مجموعة عليه حاجة مش مضلوب. مش واحد جيل لأ. ده مجموعة عليه رقم سامل بره. طيب. هنشوف لو احنا دخلنا signal X one. فهنشوف الـ Y one هيبقى X one plus K. لو احنا دخلنا X two. هنلاقي Y two equal X two plus K. طيب لو احنا دخلنا اتنين مع بعض هنا بقى. فهي الاوبت هيبقى ايه? الاوبت هيبقى X one plus X two. اللي هو ما كان الـ input. وهنجمع عليه K واحد. طيب هل ده الاوبت ده هو مجموعة two outputs? لا. ليه? للمجموعة two outputs وبقى X one plus K زائد X one زائد X two زائد K. يعني X one زائد X two زائد K زائد K يعني زائد اتنين K. لكن الاوبت لما دخلت المجموعة two signals على بعض هنا كان X one plus X two plus K بس لما شلت الـ input وحطيت المجموعة. وبالتالي الاوبت المرة دي مش مش اكوال Y one plus Y two. مش اكوال مجموعة two outputs بتاع كل واحدة فيهم على حدة وبالتالي هو مش يبقى عرف منين السيستم ده الانير ولا لا? اعرف ان انا دخلوا two signals. واشوف الاوبت بتاع مجموعهم. هو فعلا مجموع الاوبت بتاع مجموع الـ inputs. هل هو فعلا مجموع الاوبتس بتاعاتكم. لو او يبقى linear. لو لا يبقى linear. وبالمناسبة يعني امتى للسيستم كده يعني خلاننا فاكرين كده امتى للسيستم مش هيبقى linear. لو جمعنا عليه رقم constant. لو السيستم ده بيضيف رقم constant. لكن لو عمل له gain لو بس ضربه في رقم زي K زي المسألة اللي فاتت. هيفضل linear. لكن لو جمع عليه constant خارجي مش هيبقى linear. زي ما نتشوفه قدام يعني في المسألة عدد الشيط. فحلول الشيط هنتشوف النوعين الموجودين في الاسم. طيب اول classification للسيستم ازا كان linear او non linear. تاني classification في السيستم بنحدده. نشوف السيستم ده. اه time variant system يعني بيدبنت على time ولا time invariant system يعني response بتاعه مش بيدبنت على time. طيب امتى نقول السيستم ده بيدبنت او لا. هنروح مدخلين signal x of t. تمام? ونشوف الاوبوت y of t. وما كان نروح مدخلين signal تانية بعد شفت محدد في ال time عندي time t plus k. يعني signal input التاني مرة هيبقى x of t plus k. وهنشوف الاوبوت ساعتها اللي هو y of t plus k. طيب لو هو الاوبوت ده اتأثر معي بال time يعني يزهر لي السيستم ده اتغير معي الوقت هيبقى time variant. لو متغيرش هيبقى time invariant. دعنا نشوف مثال على الكلام ده. انا عندي هنا السيستم ده بيطلع اوبوت y of t equal to two two t plus one مضروف بتاعي اكس اوف تي. طيب انا هنشوف ده time invariant ولا time invariant. اروح عامل ايه? اروح مدخل متغير شوية مع الوقت. فبدل اكس اوف تي هيخليها اكس اوف تي بلاس كي. ونشوف الاوبوت. فالاوبوت هيبقى عامل ازاي? الاوبوت هيبقى two of t. كل اللي اعملوا ان انا اشيل الامبوت ده. واحط اه اشيل الامبوت اللي هو اكس اوف تي واحط اكس اوف تي بلاس كي. فالاوبوت هيبقى two t زائد وان مضروف اكس اوف تي بلاس كي. طيب هل الاوبوت ده هو هو الواي تي بلاس كي? يعني انا انا اللي عملته ان انا خليت الاكس شفيت الدنيا شوية. خليت تي بدلا ما هو تي او خليت الامبوت بدلا ما هو الامبوت ده اكس عند time محددة خليتها عند time تي بلاس كي. وشوفت الاوبوت الاوبوت طرح تي بلاس وان مضروف اكس اوف تي بلاس كي. طيب هل هو ده? هو بالضبط الاوبوت عند زمن تي بلاس كي. احد ان شوف. اللي نعمل لو ان احنا نروح للعاجوشن دي. وانشيل كل تي فيها ونحط تي بلاس كي. فالواي تي بلاس كي هبقى ايك والトو وانشيل التي بنحط التي بلاس كي بلاس وان مضروف في اكس اوف تي بلاس كي هانشيل تي بنحط تي بلاس كي. هل الاوبوت ده? الاوبوت اللي اطلع لي ده هو من السيستم هو نفسه الاوبوت بتاع تي بلاس كي عند اللحزة اللي هي اللي احنا دخلنا ده الانبوت لأ لان هم مش قد بعض. وبالتالي السيستم بتاعه تخير وبالتالي بقى اعتملها الطايم وبالتالي هو يبقى تاني امتا اشوف السيستم ده طايم باريانت ولا? هوروح مداخل لو انا الاكس اوف تي بطلع لي اوبوت واي اوف تي هشوف لو انا دخلت اكس اوف تي بلاس كي. هل الاوبوت هيكون واي اوف تي بلاس كي او لا لو كان واي اوف تي بلاس كي يبقى سيستم ده زي بتاو ان بتغيرش مع الطايم ويبقى طايم لو لقيت مش هو الواي اوف تي بلاس كي اللي المفروض سيدلع. يبقى ذات آآ تايم بيعتمنا على الطايم. ومن الاكزامبل ده واضح ان انا لو لقيت ان السيجنلز يتاعتي مدروعة في الطايم يعني تي دي وظهر في اي حد ده غير جوة السيجنلز فواضح ان ده بيعتمد على ال time لان ال time بتاعته موجودة في ال equation وبالتالي اي system t بره يبقى كده واضح ان هو هيبقى time variant طبعا بعمل الانالسيس دي بعمل ال equations عشان اتأكد ان هو يكون time variant ولا invariant. تعالوا نشوف ايغزامبل تاني الايغزامبل فده كان time variant نشوف ايغزامبل time invariant system لو انا عندي الاوبط y of t equal x square of t plus x of t ما عنديش اي اي variable هنا اي ismo t انا عندي two inputs مهمين على بعض واحدة and equal square وواحدة علي. طيب عايزين نشوف system the time variant ولا invariant هنعمل ايه? هنروح مشاهدني ال x of t ونحط x of t plus k. فالاوبط سعدها هيبقى ايه? هيبقى x of t plus k square. مجموعة ل x of t plus k. طيب ده كده الاوبط لما اه عشانا ال input وحطي وحطينا x of t plus k. عايزين بقى نشوف هو هو ولا هنعمل ايه? هنيجي على دي هنشيل كل تي ونحط تي بلاس كي. فهيبقى هنشيل وف تي نحط آآ اف تي بلاس كي. هيبقى اكس سكوير وهنشيل تي نحط تي بلاس كي. زائد اكس اف تي بلاس كي. ده طالع هو فعلا للاوب بتاع السيستم لما كن مدخله امبود سيجنال اكس اف تي. آآ شلتها وحاصلت اكس اف تي. وبالتالي ده كده السيستم بتاعهم بغيرها من الوقت بيكون وده برضه بتحقيقة ليه ان هو مش بتاع السيستم مش مش دبنا على الطايم يعني مفيش هنا الامبو سيجنل مش مضروف في الطايم زي هنا هنا السيجنل الواي كان اكوال تو تي بلاس فان يعني الطايم كان بيظهر في الايكوشن هنا مش ظاهر يبقى طايم 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 اخر حاجة في اه تفرقة اه اه او بتاع السيستم هو الكوزال دي يعني ايه يعني الاوبوت بتاع السيستم ده اللي هو بيدبند على البرزنت والباست امبوز بس وده سيستم منطقي يعني انا على الوقتي عندي سيستم واحد شوف الاوب بتاعه المنطق ان الاوبوت ده يكون فانكشن في الايمبوت اللي جاله دلوقتي وشوية الايمبوت القديمة اللي هي اصلا جاتله بتخزانة عنده كتاتا فيقدر يعمل عليها اه 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 عملية معينة او بروسس معينة ويطلع الاوبوت ده سيستم منطقي يعني امتى بقى يكون السيستم ده نان كوزال ده بقى سيستم الاوبوت بتاعه بيتمت على الانبوت القديمة والايمبوت الجاله دلوقتي والايمبوت اللي هيجيره في المستقبل فده كدر نسميه زيستم JACOUSAL System وده مش موجود في الحقيقة يا全 اللي هو بematه عليها لان اهو بيتمت على ايمبوت لسه جايله ولسه ما يعرفوش فيش حاجة يسمع ان انا هطلع اوبوت دلوقتي يعني انا اطلع اوبوت على ايمبوت انا مهارفوش. فيبقى السيستم لو هو الاول بتاعه بيديبنة عال الامبوت اللي جاله دلوقتي واللي جاله من شوية. امتى يبقى نون كوزل السيستم لو هو بيديبنة عال الامبوت بتاعه دلوقتي واللي جاله زمان ولي لسه يجيله في المستقبل. لكن هنون كوزل مش ممتور. طيب تعالوا نشوف مسال عالكلام ده. انا عندي ايكس او تي انا مشافوا انت شايفين ولا انا انا عمزون ايكس او تي اكوال X of T plus 1 زائد X of T minus 1. طيب هارف من هو كوزل او لا. هشوف الامبوس دي. الامبوس دي جاية دي. انا دلوقتي هدرسها عند اللحظة اللي انا فيها. واشوف هتعتمد على الامبوس القديمة واللي انا فيها ولا هتعتمد على الامبوت لسه جايح يجيدي في وقت قدام. طيب هروح عامل ايه? هروح جاية عند كل T واشالي اعطها بزيرو. ليه بزيرو? لان انا عند بادرسه في اللحظة اللي انا بتكلم فيها. يعني عند T زيرو بالزبط. في اللحظة دي. ايه اللي هيحصل? لان الامبوت عند زيرو اللي هو الامبوت الحالي. اقوال X of zero plus one يعني اقوال X of one plus X of negative one. وبالتالي انا هتعمل على X of one اللي هو كمان شوية اللي هو مستقبل زائد X of negative one ده امبوت جالي خلاص negative one. جالي عند تايم قديم. negative one يعني حصل من ساعة مسلا. لكن يبقى الاوبوت عند اللحظة اللي انا بتكلم فيها. الامبوت اللي هو حصل لي من ساعة ده منطقي لكن مجموعة لل X of one اللي هو يحصل كمان ساعة وده مش منطقي. وبالتالي الاوبوت بتاع دلوقتي يبيد منها الامبوت قديم لكن مجموعة عليه امبوت جديد في المستقبل فده كده نانكوزها. ده system مش منطق. طيب احنا كده خلصنا الsectionين. خلصنا شرحي يعني. اغطينا اول حاجة عمانا للسيجنل. اغطينا الانواع السيجنل المختلفة باشكالها بالبلودست بتاعتها بالسيمتري بتاعتها. اغطينا الابريشنز المختلفة على السيجنل وزي بنعملها شيفتنج وزي بنعملها سكيلينج وزي ريفيرسل. ودرسنا التلات انواع من بتوع السيستم من حيث من حيث من حيث ومن حيث ومن حيث ومن حيث ومن حيث طيب هنحل بقى الجزء على الاسئلة اللي في sheet 1 على الحاجات اللي احنا لسه قيلنا في. هنفتح sheet 1. المسألة اللي بتتكلم على الجزء اللي درسناها هو مسألة رقم 11. sheet 1 طبعا هيبعتها لكم على بتاعكم. فالمسألة اللي بتتكلم على الجزء اللي شرحناها اللي نقدر نحل عليها دلوقتي هو مسألة رقم 11. مسألة رقم 11 دي فيه منها او بي و سي و دي و اي. بيقول لنا. او كوزر او كوزر او كوزر او كوزر بيدينا كده خمسة في الامبوت. وعايزين نحادث لكل سيستم من دول هو الانيار ولا لا او كوزر او لا او كوزر او لا. طيب فنروح كده نشوف الخمسة سيستم دول من درسهم. طيب اول سيستم بتاعنا او السيستم معنا بيدينا الاوبوت y of t equal x of t minus 1 زائد 2x t. طيب عايزين اول حاجة ندرس السيستم ده. طيب السيستم ده اولا هو لينيار ولا لا. هو مش مجموع على اي رقم constant. وبالتالي بما انه قلنا احنا من شوية رجعتوا شوية بالفيديو. از لو احنا قلنا امتى يبقى ناللينيار لو السيستم ده مجموع على الامبوت رقم constant. فلما نيجي بقى نحط x1 طبعا اللي احنا نعمله ان احنا نشيل كل x وهنحط ال x مرة هيبقى y1 equal x1 plus 2 x1. هنيجي نشوف لو ال x دخلنا x2 هيبقى y2 equal x2 t minus 1 زائد اتنين x2 t. وبعدين عشان نشوفها ولينيارا لا هنشوف الاوبوت لو دخلنا المجموع مع بعض. يعني هنشيل ال x هنخليها x1 t minus 1 زائد x2 t minus 2 زائد اتنين x1 t زائد اتنين اكس اتنين اكس اتنين تي. فده فعلا هيبقى هو عبارة عن y1 plus y2. وبالتالي هو لينيار سيستم. فاللي انا قلته في الاخر ده هو اللي بنعملها. لكن في الحقيقة احنا ممكن نشوفها على طول ان السيستم مش مجموع على اي رقم constant فده كده لينيار سيستم. طيب. عشان نشوف السيستم ده time variant. ولا time invariant اللي هنعمله ان احنا نيجي عند كل t او عند كل x of t وهنشيله ونحط x of t plus k. وهنشوف ال y t plus k. هل هو هنشوف الاوبوت ساعتها. هل الاوبوت ساعتها هيطلع هو فعلا y of t plus k ولا لا. ده من شوية برضو اللي براجاته في الفيديو قلنا ان احنا ممكن نشوف المهموضة سريعا بين احنا نشوف الفنكشن دي او الاكسبريشن ده فنكشن في الطايم ولا ولا بس. بما ان هنا هو فنكشن في الامبوت بس مفيش اي time variable بره مضروف في الامبوت زي المسألة تعتبنى time variant. وبالتالي هو ما بيعتمدش على time. البالتالي هو time invariant. وهو كده هو دالت حاجة هنشوفها هو كوزل لا لا. كوزل بنعرفها من احنا بنحط t equal zero ونشوف هيبقى function في اكس اوف رقم بوستف ولا لا. اللي هو بوستف يبقى يتمنع عند لحظة جاي في الفيوتشر اللي هو time zero او time negative. امبوت قديم يعني فيبقى time هيبقى system causal ومنطبي. لكن اللي بقيتمنع على future time يبقى non causal. فاحنا هنا لو حطينا time zero فيبقى y zero equal x of negative one يعني الامبوت اللي جالي من شوية زاء الاتنين اكس اوف zero يعني الامبوت الحالي وبالتالي هو مش بيعتمد على اي امبوت جالي في المستقبل وبالتالي هو system ده linear time invariant causal system وبالتالي هو system كويس جدا ان احنا نستقدم. طيب تاني معنا بيقول لنا ان y t equal x square t plus x t plus one ايه اكس اوف t plus one. لكن كده هندرسه بقى بصراحة كده هنقول هو آآ linear ورقة. آآ لقينا ان احنا عندنا آآ اكس سكوير اكس سكوير اول ما دي تاني علامة من العلامات ان هو يبقى non linear. ليه? ان x square دي لو احنا شلنا لو احنا جاننا نحط مرة x one هلاقي ان يعني لو انا دخلت x one هلاقي ان y one x one square plus x one. لو انا دخلت x two هتبقى y two equal x two square plus x two. لكن لو انا شلت كل x وحطيت مجموعهم هلاقي ان انا عندي في الجزء ده هو x one براس x two كل سكوير. فالسكوير دي هتخليها x one square زائد x اتنين سكوير زائد اتنين x one x two. ده براوتر ما كانش موجود لما كنا بندخل كل واحد لوحده. وبالتالي سعيدها هيبقى x one square زائد x two square زائد x one x two. زائد x one زائد x two. ولكن لو احنا جدا نشوف y one زائد y two هيبقى x one square زائد x one t plus one زائد x two square زائد x two t plus one. فالبرامتر اللي جاه من ده اللي هو two x one x two خلاهم يكون yt لما ندخل المجموعة two signals مش equal y one plus y two وبالتالي هو طيب عزين نشوف هو time variant ولا time invariant وما يعني ما فيش اي dependence على time في دي. فهيكون هو time invariant system. ده حقا كويسة. ازي نشوف كوزا لو ننقزها هنحوض تيب زيرو ونشوف هيظهر لي رقم بوستف ولا لا. هنحط هنا تيب زيرو فيبقى y of zero equal x square of zero. دي كويسة. بس مجموعة عليها اكس اوف بوستف وان لان دي تي بلاس وان ونحط تيب زيرو فيبقى اكس بوستف وان فده هيحلمت على امبوت كمان شوية وبالتالي هو ننقزها بس time invariant. طيب نيجي الرقم سي بيقول ان yt equal 2t مضروبة في x of t minus 2 زائد x of t. طيب لو احنا هنشوف اللينيارتي لا ما فيش ولا رقم ما فيش هنا مجموعة وما فيش square وبالتالي هو linear system عوصول كده يبقى الاثنين بتوع ان هو يبقى الان اللينيار ان يكون الانبوت signal اللي هو الاكس موجودة square او طبعا كيوب او كده او عندي رقم constant مجموعة الانبوت. لو ما عنديش الاثنين دول فانا كده linear system. طيب اجي اشوف ال time variant ولا invariant. انا عندي للاسف لقيت الانبوت هنا مضروف في t. يعني 2t x of t. وبالتالي ال system ده بيدبند على time وبالتالي هو time variant. يعني response بتاعه تغير معروض. وبالتالي هو time variant. ولما نيجي نشوف الكوزالتي هننشوف ال y عند zero equal to two هننتيها تبقى zero في ال اكس بلشان ده كلها يروح فال y of zero هي بقى equal x of zero يعني الابوت الحالي بيتامل على الانبوت الحالي بس. وبالتالي هو كوزال system. كده فالsystem رقم c هو linear. او كوزال بس time variant. نروح للsystem رقم دي. ال y of t equal tolte مضروبة في اين اا سوري اكس اا اف t minus two. مجموعة على اكس اف t minus one مجموعة على اكس اف t. هل هو في حاجة square او كيوب? لا. الحاجات نزلة الambos نزلة زي ما هي. هل في رقم constant مجموعة? لا. كله بس الambos مجموعة على بعضها ما فيش اي رقم constant مجموعة وبالتالي لا في square ولا في رقم constant مجموعة وبالتالي هو linear. طيب نيجي نشوف ال time variant. هنشوف لو احنا نحطينا ال time zero. ال y of zero equal tolte مضروب في اكس اف negative two زائد اكس اف negative one زائد اكس اف zero. يعني هو بيعتمد على ال من ساعتين مجموعة ال الامبوت من ساعة مجموعة ال الامبوت دلوقتي اللي هو اكس اف negative two اكس اف negative one اكس اف zero. وبالتالي هو مش بيعتمد على اي future input وبالتالي هو causal system. او احنا جانا قنا بنتكلم عن causality. لو احنا ما قلزين نشوف ال time invariant ولا لا هنشوف او ده بيبيند على ال time ولا يعني فيه هنا مضروبة في ال time ولا اهنلاقي اني مفيش اي dependence على ال time هو بس عبارة عن مجموعة شوية امبوتس اه متشرفيتة في ال time لكن مفيش اي dependence على ال time الكلام ده مش مضروف في ال time وبالتالي هو time invariant. فده system كده linear مفيش ولا square ولا ولا رقم كونس المجموع هو time invariant مفيش اي dependence او مضروب الرقم ال imbus مضروف في ال time هو causal لاني مفيش اي اعتمد على ال future input وبالتالي هو طايم هو linear time invariant coosal system هو system كويس. اخر مثال معنا اا رقم اي اا بدينا system y of t equal equal total x of t muaynas 2 مجموعة علها x of t plus one مجموعة علها x of t هو نفس المسال اللي فات بس خليت بدل x of t minus one خلتها x of t plus one وبالتالي والله ان انا هبدأ ان انا اشوف future input يعني من خلي eltip zero هيبع عندي x of one طيب لو ندرس اللينيارتي مفيش ولا سكوير ولا كيوب. السجنة الانبوت السجنة ازاي نازل زي ما هي. مفيش رقم كونس اللي هموها عليها وبالتالي هو لينيار سيستم. لما نيجي نشوف بتشوف هل فيه دي بلنا نسع على الطايم كفاري والمضروب ولا لا لا ما فيش هو عبارة عن بس مجموعة وبالتالي هو لما نيجي نشوف هنحط هيبقى يعني طايم جالي من ساعتين يعني هيجي لي لسه كمان ساعة بلس اكسه زيرو اللي هو امبوت دلوقتي و بالتالي السيستم ده الاول بتاوي بيعتمل على الامبوت الحالي والامبوت الي جاي قديم و كمان الامبوت الي جاي في المستقبل و بالتالي هو السيستم ماش منطقي فيبقى ننقذها نينقذها Houston ده كله startup لابد نينقذها. كده احنا غطينا اول reaction 2 اعملنا وشرحنا 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 وحلينا المسألة رقم 11 الخمس انواع من السيستم اللي موجودة فيه كده بشمسين احنا خلصنا اول الاول اول اسبوعين ان شاء الله الاسبوع اللي جاي اللي بعد اللي جاي هينزل فيديو على الجزء التاني اللي هو دلاتة واربعة ان شاء الله هتكون بيبريزنت فيه باش مهنساتي هدوره هي اللي هتكون بتدي الفيديو او ال two videos يعني two sections دول وان شاء الله اللي عنده اي اسئلة احنا موجودة شكرا